كارتينه النهاردة يتحمل المسئولية كاملة وده يخليني يسأل سؤال لو انت مدرب خايف على مكانك تركزوا معي في القصة دي وانا ده توقع مش معلومة او يعني بحاول بلاش توقع كمان تحليل للموقف المدرب اللي بقى خايف على مكانه خايف على شغله خايف على منصبه كمدير فني الفريق ما يخاطرش المخاطرة دي كلها ما يخاطرش المخاطرة دي كلها تاني المدرب اللي بقى متمسك بمكانه كمدير فني للفريق خايف على مكانه ده عمره ما يخاطر كل المخاطرة دي انا حسيت النهاردة ان كارتيرون ريح ريح اللعيب مخسر متعادل هيحصل ايه يعني امشي امشي لا تحليل مش معلومة اهو شوف انا بحب اكد الكلام واخلي شكله واضح عنديش معلومة طبعا في كواليس كتير انه كارتيرون عايز يكمل ولأ جاء ادارة الزباكة عايزة كارتيرون يكمل ولأ كل دي كل واحد يكتهد في هذا الامر انا مش بكتهد في معلومة دلوقتي انا بديك بس التحليل مدرب بغير تسع لعيبة من القوامة الاساسي في مباراة مهمة في الدوري مع فريق محترم زي فريق سموح عنده جاء سمني محترم ده واحد مش قلقان على منصبه مش فارق معي يبقى موجود او مش موجود لكن لو مدرب بقى خايف على مكانه لأ هيلعب اللي بره حتى لو منهكين ومش قادرين هيلعبهم هم مش منهكين ولا تعبرين عشان لعبة النادي الاهلي اللي هم عمر السلية وحمد فتحي جم جم واي من اشرف واللعيبة اللي كانت دولية جم علي كاس العملين دقاء شاركوا على طول شاركوا المبارさين لعبوا يعني ففكرة الارهاق لأ طبعا ده مش موجود بس مرة اخرى ومرة تانية ومرة تالتة النهاردة كارترونية تحمي المسؤولية كاملة مش قادر ارامسك في لعيب في نازه الزمالك مش قادر اقول اللعيب ده كان أولي للنهاردة اللعيب ده كان المفوض يدي اكتر فيه ناس قالت انه اللعيبة كانت المفوض يدي بروح اكتر اللعيبة كانت تدي باخلاص اكتر اللعيبة هي في الملعب تدي بشكل محترم أجماعة التسعة لعيبة متغيرة في القوام الأساسي التسعة مش هيبقوا عارفين بعض بيلعبوا إزاي هيبص فين ويتحرك فين هيدي المين ما هي الكرة مش بتاخد الكرة تجري من أول الملعب لأخر وتجيب جول هي الكصة مش كده كصة أنه فيه انسجام وفيه تناغم وفيه طرق لعب وفيه تجمعات وفيه تفاصيل كتيرة جدا ممكن يعملها الموديل الفني لو الموديل الفني أخطى فيها ما تستناش من اللاعب حاجة عشان كده دايما بنقول أنه الموديل الفني في بعض الناس يقولك إيه يا عم انت عندك لعيبة عظيمة جدا أي موديل فني يكسب بيهم ما فيش الكلام ده لو الموديل الفني هو اللي ما بناش القاعدة صح هو اللي ما اشتغلتش صح حتى لو معك أحسن لعيبة في العالم مش تعرف تأدي بشكل كويس لما تيجي تروح على سموحة هتلاقي فيه موديل فني قاعد على الدكة بتتكلم فيه لعبين بيتغيروا كل موسم تاريب ومش كل موسم كل ستة شهور مجموعة لعبين بتغيروا كل ستة شهور كل ما يبقى عنده نجوم يمشوا من عنده ويعمل هو نجوم آخرين بس عشان فيه مدير فني قاعد برة بيشتغل فأي قوام للعبين سواء كانوا بقى نجوم صف أول ومش نجوم صف أول هيعرف يتعامل معهم وهيعرف يخليهم يوصلوا للجوم هيعرف يكسبهم مطشاط هيعرف ياخد نقاط بيهم